قال رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا كلاوس مولر إن على المستهلكين في البلاد توفير ما لا يقل عن 20% من استهلاكهم للطاقة يأتي ذلك لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر بسبب انخفاض والدات الغاز الروسي وخفضت شركة جاسبروم الروسية تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نبيب نوردستريم 1 إلى 20% من طاقته مما يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا لتوفير الغاز لفصل الشتاء وقال مولر إن على ألمانيا أيضا خفض صادراتها من الغاز إلى الدول المجاورة إلى 20% واستراد ما بين 10 و 15 جيجاوات ساعة من الغاز لتجنب النقص وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور عمر صالح واستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق دكتور عمر أهلا بحضرتك تدعيات كبيرة على قطاع الطاقة في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية كيف ترى المطالبات بخفض استهلاك الطاقة في أوروبا؟ وهل بالفعل لها أن تسهم في تجاوز الأزمة الحالية؟ مشاهدينكم أولا البيانات التي اتنشرت من مكتب التجارة الحارجية الألماني من يومين ودي البيانات التي تظهر أطارها كل شهرين يمكن ألمانيا أعلنت أن حجم وردتها من الغاز الطبيعي حوالي 50 تقريبا 55 مليار متر مكعم الخفض بنسبة 23% وده نسبة كبيرة جدا تأثيرها على الصناعة في ألمانيا لا سيما وده سكرية القدر أن ألمانيا في الخمستاشر سنة الماضية وألمانيا وأوروبا بالتحديد من أجل تخفيض الانبعاثات الحرارية كان بتتجه الغاز الطبيعي بشكل كبير في الصناعة وفي الطاقة النهاردة مطالبة بأنها تخفض ممكن نحن عارفين اتفاد اتحاد الأوروبي الأخير بمطالبة الدول اتحاد التخفيض اعتمادهم على الغاز بشكل عام أو تخفيض الطاقة بنسبة 15% وده رقم كبير طبعا هيأثر على حجم الصناعة أو على حجم الاقتصاد حجم التشغيل وده معناه أن حيقل الطاقة الانتاجية أو يبقى فيه نوع من التخشف الانتاجي لفترة معينة لحد ما ألمانيا والدول الأوروبية تجد بديل وتنتاج إلى الغاز المسال وطبعا ده هيخد فترة هيأثر بشكل كبير على الطاقة الانتاجية ليس فقط في ألمانيا ولكن في أوروبا ألمانيا على فكرة مطالبة من خلال هذا الاتفاق مطالبة أنها تخفض من جنس بتمش 20% زي ما قولنا لا 20.15% كمان من الطاقة وعلى فكرة هي بتمثل ربع التخفيض اللي هيتم على مستوى أوروبا ألمانيا متعلقة بربع هذا التخفيض على مستوى القرى الأوروبية وده يمكن يدينا إنديكيشن على قدية الطاقة الانتاجية في ألمانيا ومعتمدة على الغاز لكن التفشيات ممكن الأخيرة رئيس اتحاد الصناعات بضرورة توجه ألمانيا نحو إنتاج الطاقة من الفحم وأنا بقول لسخرية القدر بعد ما كانت ألمانيا وأوروبا بتتاجه نحو الصناعات النظيفة النهاردة التجهتين نحو البترول ونحو الغاز ونحو الفحم وده خطوة للوراء للأسف في مجال الطاقة وده يدل أو في مجال البيئة وده يدل على إدئي المجتمع الأوروبي أو المجموعة الأوروبية بتواجه أن هذا ليس فقط أزم الطاقة لكن أزمة بقاء دكتور عمر تخفيض الإنتاج هي نرجع تاني لارتفاع الأسعار المنتجات وأيضا زيادة البطالة عدد العاطلين عن العمل طبعا هي ألمانيا في وضع لا تحصد عليه نفاكرين ألمانيا في السنوات الأخيرة يمكن استوعبت وأنا برجع للتاريخ شوية الوراء يمكن تاريخ بعيد لكن ألمانيا استوعبت ألمانيا الهربية استوعبت ألمانيا الشرعية بعد سقوط حاية برلين وقدرت أنها تضم الشرعية ويتظهر دولة قوية اقتصاديا هي ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الاتحادية طبعا ده ما كانش سهل ألمانيا استطاعت أن تعبر هذه الأزمة لكن النهاردة إحنا في أزمة هتضرب معظم القطاعات وهتزود البطالة وهترفع الأسعار الطاقة وأسعار المنتجات لا سيما أن المنافسة القوية التي تشهدها أوروبا من قبل الصين ومن دوبة جنوب شرق آسيا بتزود الأزمة والصعب الأزمة على التحاد الأوروبي الحقيقة التحاد الأوروبي يعني خلينا أقول لك نقطة مهمة يمكن يعني إحنا عيشنا في أوروبا فترة طويلة يمكن في العشر سنين وفي فرنسا وفي ألمانيا شفنا المجتمع الأوروبي أو الاقتصاد الأوروبي سقيل ومثقل والشركات أنا أتكلم عن الشركات المثقلة بالتبعات الاجتماعية يمكن التاكسز أو الدرايف في ألمانيا أو في أوروبا كبيرة جدا وده نعمل حمل وزيد تكاليف على الشركات النهاردة أنت بتزود الأحمال على الشركات اللي أريد عليها أحمال من خلال الضرائب أو التابعات الاجتماعية وعلى فكرة ألمانيا بالدول المهمة جدا أو اللي بتتبع النوحي الاجتماعية بشكل جديد جدا في النوحي الاقتصادية وعند الشركات فالنهاردة كنت تزود الأحمال على الشركات ما أعتقدش أن عدد كبير من الشركات ستقدر أنها تبقى كومبارتر أو عندها تنافسية بالإضافة إلى أنه سيزود النواحي الاجتماعية على الشركات والحكومة الألمانية التي تهتم بالنواحي الاجتماعية بشكل كبير في أوروبا مع أزمة المهاجرين الموجودين في ألمانيا أو الموجودين على الحدود ولذلك كثير من التقارير وكثير من الكتابات قالت أن الأسف ألمانيا ضحت بخيار استراتيجي كان مهم بالنسبة لها اقتصاديا من خلال الاعتماد على الغاز الروسي في سبيل أجندة أوروبية أو أجندة اجتماعية ستكلفها الكثير من التابعات الاقتصادية ونحن نعلم أن ألمانيا أوقفت الاعتماد على المحطات النووية في توليد الكهرباء بالضبط وتتاجه النهاردة وده التصريح الذي كنت أتكلم عنه تصريح رئيس التحاد الصناعات الألماني بأن الحكومة الألمانية عليها أن تلجأ سريعا إلى الاعتماد على البترول وعلى الفحم في توليد الطاقة وخفض وردتها من الغاز الطبيعي الاعتماد على مصادر أخرى وطبعا ده بيرجعنا الوراء تاني وخلي بقى الحضرتك أنه في تكلفة يعني أنه النهاردة لما بوقف الغاز والذي يمن روسيا يمكن من أن أيام خفضت الغاز في خط الأنابيب الرئيس لبرازي ألمانيا بنسبة 20% وبالتالي ألمانيا النهاردة هتتاجه إلى مصادر تانية يعني لما تنتهي إلى مصادر تانية دي لها تكلفة إضافية إن أنا بعدل في الشبكات وبعدل في المحطات إنتاج الطاقة عشان تقدر تستوعب الفحم الجديد أو البترول ودي تكلفة تاني إضافية تاني على الحكومة غير تكلفة عدم استراد الغاز الروسي اللي كان أرخص بكتير بالنسبة لألمانيا طيب دكتور عمر يعني هذا سوف يؤثر على العالم بوجه عام يعني ألمانيا تعتبر من القوى الصناعية الكبيرة في العالم ومنتجاتها تصدر إلى كافة دول العالم ويحتاج إليها كافة دول العالم فإذا حدث نقص وارتفاع في أسعارها سوف يؤثر تأثير سلبي مرة أخرى على الاقتصاد العالمي شوف هو طبعا ألمانيا ستتأثر لكن ليس العالم فكرتني بمقولة الحرب خدعة نحن في حرب في حرب اقتصادية وأنا قلت بالكده نحن في حرب عالمية ثالثة وجهاتها اقتصادية بشكل بحث لكن فيما يتعلق بالتأثير على العالم وعلى ثلاثة توريد لا أنا شايف أنه دي فرصة فرصة لعدد من الدول الناشئة اللي مش هقول لنا تحل محل ألمانيا لكن عندك النهاردة كوريا على سبيل المثال ماليزيا بايلند عندك مصر على سبيل المثال ممكن تتوسع فيه انتاج بعض الصناعات البيترو كيموية أو الصناعات التكنولوجية أنا مش هقول أن الدول دي تحل محل ألمانيا لكن النهاردة الشطارة في السوق العالمي أني أخذوا السوق وجد بديل للصناعات الموجودة الأوروبية التي تتميز صحيح بالقوة وبالمتانا لكن خلينا نعترف أن من السهل إيجاد بديل لهذه الصناعات النهاردة الصين بديل لكثير من الصناعات الأمريكية والأوروبية دول كتيرة ممكن في هذه الأزمة في هذه الأزمة أنا أعتقد أن مصر وعي جدا جدا لهذه الأزمة وأننا ممكن نجد بدائل على مستوى مصر وعلى مستوى دول العالم الثالث أو دول جنوب الشرق آسيا بالتحديد اللي عندهم طاقة انتجية والصين طبعا عندهم طاقة انتجية اللي بالنسبة لها دي فرصة فرصة أنها تجد منتجاتها بديل في الأسواق العالمية نعم بشكرك الشكر الجزير الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق أزمة كبيرة تشهدها اقتصادات العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم وما تسببت به من خفض لتوقعات النمو الاقتصادية يأتي ذلك فيما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكية وذلك على خلفية انتهاج مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم تواصل أزمة التضخم المالي الإلقاء بظلالها القاتمة على مختلف الاقتصادات حول العالم حتى القبرى منها وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي والذي خفض صندوق النقد الدولي من توقعات النمو بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي تستهدف احتواء التضخم وإعادته إلى مستوى 2 من 10% في خضم ذلك تسود حالة من القلق أسواق الطاقة العالمية تخوفا من رقود الاقتصاد الأمريكي بما يعني تراجع الطلب على المشتقات في أكبر مستهلك للخام وبالتالي تراجع الطلب على كل شيء حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تتجنب الولايات المتحدة الأمريكية بالكاد رقودا اقتصاديا الصندوق وفي تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية قال إنه يتوقع الآن نمو إجمال الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 92 من 10% في 2022 مقابل توقع سابق في أبريل بلغت نسبته ثلاثة وسبعة من عشر في المائة حالة عدم اليقين الاقتصادي المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي انعكست على أسواق الأسهم العالمية أيضا بالتراجع بعد الإعلان عن بيانات قوية للوظائف في الأسواق الأمريكية وأظهرت بيانات مكتب إدارة العمل الأمريكي أن أصحاب الأعمال قاموا بتعيين العديد من طالب الوظائف ما تجاوز بكثير التوقعات في يوليو الماضي لتستمر الزيادة في الوظائف للشهر التاسع عشر على التوالي مع انخفاض معدل البطالة إلى معدلات ما قبل الجائحة عمد ثلاثة ونصف في المائة خفضت وكالة التصنيف العالمية مودز نظر المستقبلية لإيطاليا من مستقرة إلى سلبية وأشارت إلى المخاطر المتزايدة من إعاقة البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وقالت الوكالة إن المخاطر على وضع الاعتمال الإيطالي تراكمت في الآوينة الأخيرة بسبب التأثير الاقتصادي للتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وتطورات السياسية المحلية وكلاهما يمكن أن يكون له تابعات ائتمانية مادية